حبيت موضوع اليوم رهوفة صح نشكر معدة البرنامج بنان هي يعني معطيت لنا هذا المقال من مجلة سيدتي بيحكي عن الجارة الحشورة أو الجارة المتسلطة وإحنا قلنا بالمرة كمان بنحكي عن الصديقة المتسلطة أو الصديقة الحشورة وما تستقلوا بأثر الأصدقاء بحياتنا لأنه بالفعل الصديق الوفي بيغنيك عن شغلات كثيرة بالحياة والصديق المزعج يعني كمان بيستنزف طاقتك وممكن تشعر أنه ما في مجال للخلاص من هذا الشخص لأنه ما إذاك طريقة مباشرة بس هو تصرفاته منفرة وهديك المرة على فكرة لما كنا بنحكي عن بعض الصفات المنفرة اجتماعيا الحشرية والفضول الزائد هو من الصفات اللي بتخلي الناس تبعد عنك طبعا يعني الشخص الحشور مشكلته أنه هو ما بده يعرف مشكلتك عشان يحاول يساعدك فيها هو بده يعرف مشكلتك عشان يسمعها تجميع معلومات فقط لا غير طبعا هلأ حرام ما بدي يعني أظلم وقول أنه هو يتلذف بأوجاعك لا الحشور مش بالضرورة يكون سيء لا ولا مؤذي مش مؤذي هو مش قصده أنه يكون هارمفول زي ما بقوله بس هو بده يسمعي لقوة أخبار من هون ومن هون يستمتع بيموت بعدين مثلا في بعض الأشخاص بنحاربهم أنه إحنا بنصير حشريين بحياتهم من قالك أنه بهمه الحشري أو الفضولي في أغلب الأحيان حياته فاضية بالزبط فأنت بسأله أي سؤال رح يجعبك علي حتى لو كان أكثر الأسئلة إحراجا فأنت لا تحاربوا بهذه الطريقة اليوم رح نعطيكم مجموعة من الطرق هلأ دائما بيحكوا بأنه أي شخص بيستنزف طاقتك أي شخص بيزعجك جار صديق إذا عم نحكي اليوم عن هالنوع من العلاقات الاجتماعية حاول أنك تبعد تخفف معه تخلي العلاقة بحدود الرسميات عشان ما توصلوا لا استضام معين أو خلاف معين هلأ هاي النظرية سهلة بالحكي بس صعبة صعبة التطبيق يعني أنت عندك صديقة بتحبيها فيها صفات كتير حلوة بس فيها صفة الحشرية الزايدة عن اللزوم أو التسلط هلأ في ناس ليش هم مجمعين هدول الصفتين مع بعض الشخص الحشري كمان الصديقة الحشرية وانت بتارفي قد يمكن فيه بحياتنا هالنوع من الأصدقاء اللي بيغاروا عليك يعني زيهم زي الحبيب أو شريك الحياة يعني هي حشرية بدأ تعرف كل يوم أنت مع مين طلعتي إذا طلعتي مع صديقة هي ما بتعرفها أو هي مش مدعوة لهاي الأعدة مثلا ليش طب أنت بدك تروحي يعني بيصير فيه نوع من أنواع العلاقة غير صحية يعني الصحبات ما بيغاروا على بعض والصحبات مش إكسكلوسيف ومش ممنوع يطلعوا مع شخص تاني أنا بقدر اليوم أطلع مع نادي وبكرة أطلع مع والمشكلة يعني فهي النوع من العلاقات أنا بتخيل لازم يعني يعني حطي حدودك شفاهياً ما بزبط الموضوع بس بالإيماءات وتبيني لها أنك إزعلتي احكي عبري أنه أنا حبيبتي مش ملكك لحالك أنا بطلع مع أكتر من شخص أنا عندي صداقات مختلفة ما تدخلي بحياتي ما تسأليني أكتر من اللازم إذا أنت يعني شارية هذا الشخص أو شارية هاي الصديقة مش لازم بس تبعدي وتسكتي المفروض أنه توطحي لها أنا مرة علشت هذا الموضوع بطريقة وحسيت إنها ضبطت إذا بتحبوا تتبعوا هذه الطريقة الشخص الفضولي أو الحشري كيف بتعالجه كان عندي هيك صديقة حشرية تسألني كتير أسئلة بتدخل بخصوصياتي وهي عن جد كانت بس بتحب تسمع وتعرف وطلع وتأخبار فأنا قلت كيف بدي ألاقي لها حل فعم تحدث أنويا وكذا بقولها بتعرفي فلانة كانت معي من أيام المدرسة كتير صحبة أنويا وبحبها بس قطعت لها كرت قلت لي ليش قلت ليها تخير يا بنت الناس بتسألني أسئلة بتقول لي قديش راتب أبوكي بتقول لي ليش ابنك لسه ما بدل سنانه عليكي قروض على البنك أختك ليش تخانقت مثلا فبقولها طب يعني بأي حق هي بتدخل بخصوصياتي حلو عطتيها النموذج فقلت لي طب وانتي شو تصرفتي معها قلت لأولا إشي أنا بطلت صراح أرد عليها لأنه أنا هذا النوع من الشخصيات ما بيناسبني بحياتي حاولت أكتر من مرة أوضح لها أنه أعرف في حدودك ما عم تفهم علي وهو كان سيناريو من نسخ خيالي فنعدلت قلت لك لا أنا ما بدي أخسرها بالزبط فالشخص الفضولي واحدة من طرق التعامل معه إنك تحسسه إنه هذا النموذج كان موجود بحياتي وأنا استغنيت عنه فدير باله مظبوط صح هاتو أعطيكم مجموعة من الصفات الواضحة اللي بتعرف الشخص الحشري الشخص الحشري طبعا هو الشخص الذي يتدخل في ما لا يعنيه الحشري ما بيهداله بال إلا ما يكتشف خبايا وأسرار الشخص اللي أمامه سواء كان صديق أو كان جار أو كان حبيب أو شريك حياة أو 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 أيضا نظراته دائما بتكون مليانة بالفضول تحسي نظراته غريبة نوعا ما بتابع أقل حركة إليك عمستوى مثلا إذا بنحكي بين الأصدقاء كيف بتاكلي من وين اشتريتي أوعيكي شو لابسة شو عملتي تفاصيل زيادة عن اللزوم صح نوعا ما تحسيها غريبة يعني مش بس أسئلة شخصية قدي راتبك وقدي عمرك ومثلا ليش جوزك عمل لا في أسئلة إنه وين تعملي شعرك ليه هيك صافنة فيك عندها نظرات غريبة ما بتفهمي هي معجبة ولا متدايقة من شكلك يعني هاي الأمور الويرد نوعا ما بتدلك إنه الشخص أو الصديقة اللي أمامك أيضا حشرية وفيه تخيلي مثلا في بعض الأشخاص وهذا أنا بحسهم نوعا ما بندرج تحت بندل الصحة النفسية مثلا في بعض أنا بتذكر فيه مرة كان عندي صديقة بالزمنات كنا جيران فكانت مثلا بتراعب مين بيجي عنا آآ بتسأل طبعا كنا كتير صغار يعني بالمراهقة آآ طبعا أو مثلا بتقعد على الشباك تستناني وأنا نازلة فهاي التصرفات لا تندرج تحت بندل محبة تندرج تحت بندل غرابة كتير صحة فكرة عدم تدخلك في شؤون الآخرين واجب عليك مش كرم منك واجب عليك توقفوا عن تبديد العاطفة يعني شخص فضولي بده يسمع حزنك بس لأنه هو بده يسمعه مع أنه هو على يقيم كامل بأنه غير قادر على مساعدتك بيذكرك بيجرحك وبيخليك تكبس عليه وما رح نستفيد إشي توقفوا عن تبديد العاطفة كونوا أكثر حذرا كونوا أكثر انتقائية الشخص الفضولي زي ما قلنا يمكن في بداية الحلقة هو ما بده يأذيك بس هو شخصان في نهاية المطاب مية من المية هو بس بدي ينقش وراك طب لا شو لشو تذكني أنا قاعد عن بطحك مثلا فجأة بس يركض عليك طب إسمعي حكيني لما أبوك توفى مثلا هو أنتم كنتم حاسين طب لا شو لشو صح صح قاعدة عم بقرأ كيفية التعامل مع الشخص الحشري وتجنب التعمق بالحديث وخلي الحديث سطحي ولا تطرح عليهم أي سؤال شو بحرفني وحيات الله يعني مية بالمية عم بيقولنا بيقولنا ريح راسك من أولها ما تتعامل معه مية بالمية يعني صراحة الحياة كتير قصيرة أنه إحنا نظل نفكر كيف دي أتعامل مع شخص مزعجني خلص شخص مزعجني صديقة مزعجتني بحبها صفاتها فيها صفات حلوة بس الأغلبية يعني الطاغي على هاي العلاقة هو السلبية فخلص شوفي رهوفة في مشهد كتير أنا بحب دائما أظل أذكر حالي فيه إحنا الناس اللي موجودين على هذا الكوكب إحنا مش وقفين بخط مستقيم طويل ورا بعض إحنا وقفين بدائرة وماسكين إيدين بعض اللي رح أعطيه اليوم لرهوف رح يرجع لي بكرة فإنت إذا حابب تزعجني رح تنزعج حابب تتدخل فيه رح يجي شخص يتدخل فيك حابب تأذيني رح يجي شخص يأذيك فالفكرة ما تفكر بإنه أي إشي سلبي أنت بتعمله سيذهب هباء في الهواء زي الفرص الفرصة اللي أنت ما بتستغلها ما بتروح بالهواء بتروح لغيرك هكذا هي الأذية صح صح إنت أزيت رح تنأزي يعني هاي أمست شوفوا إحنا بس عشان فيه شغلي بس حاب أوضحها رهوفة إحنا منعطي أعذار للناس اللي حوالينا يعني ما تفكروا إنه إحنا بنكون بهذه القسوة للمسمار لقد كسرتني فقال المسمار لو رأيت الضربة فوق رأسي لعذرتني نحن نعذر في أشخاص منعذرهم مرة مرتين ثلاثة حاول إنه يدخل فيه حاول إنه مثلا يكئبني يحبطني وثقافة الإحباط الأسف منتشرة نسمح فيها بس لما يكون طبع ولما يكون نمط هو عايش فيه الشخص اللي أمامي لا صراحة يعني أنا أنا بنظري في بعض الناس خسارتهم مكسب خسارتهم شو؟ مكسب صح وبعدين دايما يعني شوفوا هلأ الواحد أنا مؤمنة جدا كمان بالمثل الشعبي اللي بيقول الواحد ما بيتعلم إلا من كيس أنا كثير مؤمنة فيه مئة بالمئة الناس تقدر يعني تقعد مثلا تحكي معي مئة سنة عن موضوع معين أو عن نوع شخصيات معينة بس الواحد ما بتعلم إلا لما ياكل الصفعة وياكل خيبة الأمل لأنه وقتها يعني للأسف بتعلمها the hard way زي ما بيقولوها يعني يريتنا منسمع للناس شو بتقولنا ويريتنا منسمع الناس اللي أكبر منا شو بيحكو لنا يريتنا بنتفرج عن نماذج الموجودة وبنتعلم منها بس الإنسان ما بتعلم إلا من كيسه بس مش مشكلة لأنه كل واحد فينا عنده يعني قصت معين من السعادة بده يشوفها بهالدنيا وقصت معين من الحزن أيضا وبحس حتى العدل والظلم المفروض أتمنى أنه يكون بحياة الشخص متوازن فبالتالي تعلموا هي هاي الفكرة أنه الواحد ما يضلوا يأكل صفعات وهو ما عم بيتعلم ولا عم بيتساءل ليش هيك عم بيسير تعلموا تعلموا ترجمة نانسي قنقر